السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم راش عبدين من قناة كودرس كامب اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ايه هو الانترنت؟ في الفيديو ده بقى عايزين نتخيل لو اتنين كمبيوترز بيتوصلوا بعض شكل انتقال الداتا من مكان لمكان بيكون عامل ازاي؟ عشان نبدأ نتخيل العملية دي بتتعمل ازاي؟ تعالوا نفتكر زمان كان ايه اللي بيحصل ساعة لما نحب نوصل رسالة من مكان لمكان؟ وليكن انا في النقطة دي وحابب ابعد رسالة للنقطة دي اللي كان بيحصل زمان اني بكتب الرسالة بتاعتي واكتب على ظهر الجواب من برا من وإلى من المكان اللي انا فيه إلى العنوان بالضبط والشخص اللي انا عايز ابعد له الرسالة وبعدين كنت باخد الجواب بتاعي ده وبروح لقرب نقطة بريد بتبدأ نقطة البريد دي تبص في الجواب ده عايز يبعثها للمكان ده يبدأ يشوف أقرب نقطة بريد بعديه في الاتجاه الصحيح للمكان اللي الرسالة عايزة تروح فيه فمركز البريد ده يبعثه مثلاً لمركز البريد ده ومركز البريد ده يوصلها لنقطة البريد دي وهكذا كل مركز بريد يبص في الرسالة ويبعثها لمركز بريد تاني في المصار ما بيني وما بين المكان ده فتبدأ تتحرك الرسالة من مكان لمكان لحد ما توصل للنقطة اللي انا عايز ابعت عليها الرسالة بتاعتي عارفين اللي حصل دلوقتي كده بالظبط؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل في عالم الانترنت لو أنا شخص قاعد على الكمبيوتر في المكان ده عايز ابعت رسالة للشخص موجود في المكان ده كده فيزيكا لي على الكرة الأرضية هيستقبل الرسالة بتاعتي بس علشان الكمبيوتر دي تبدأ تفهم يعني ايه ابعت مسج من مكان والكمبيوتر التاني يبدأ يتعرف على المسج بتاعتي كان لازم يتنشئ حاجة اسمها البروتوكولز يعني ايه بروتوكول؟ حاجة الناس اتفقت عليها زمان علشان نبدأ نكوميونيكيت احنا كبشر مع بعض يعني مثلا مجموعة من الناس زمان اتفقت ان لما يبقى اتنين بشر كده ماشيين في الشارع قبلوا بعض يبدأوا يمدوا قديهم ويعملوا الشيك هاندل هو يعودوا يهز قديهم كده ده نوع من انواع التحية انا بحييك لو احنا بصينا في الحركة كده بعيدا عن المسلمات اللي احنا متعودين عليها هنلاقي ان هي حركة غريبة لكن هي نوع من انواع البروتوكول اللي الناس اتفقت عليها زمان واحنا صغيرين اتعلمناها وشفناها فجبرنا بقى ده بروتوكول السلام والتحية بنا وغيره غيره من البروتوكول اللي البشر حطيتها زمان علشان يبقى ستاندرد كده للتعامل ويتواصل ما بيننا وما بين بعض ابتدوا يقولوا بما ان الكمبيوترز دي هتبدأ ان هي تتواصل مع بعض وتبعت لبعض مسجات وحاجات يبقى لازم نحط لهم بروتوكولز نعلمها لهم فلما ده يبعت للتاني مسج التاني يبقى فاهم ان الزيرو الوحيد اللي هجيلي من الكمبيوتر ده بتعني ايه بالظبط افهم بالظبط انت محتاج مني اعمل ايه فعلم الشبكات ما هو الا مجموعة من البروتوكولز والستاندرد اللي تم وضعها للكمبيوترز علشان تبدأ تكوميونيكيت وتتصل ببعض اول خطوة خالص حصلت علشان ابعت مسج من مكان لمكان هي اننا جبت الجواب بتاعي وابتديت اكتب عليه من وإلى وانا قلت لكم ان هو ده بالظبط اللي بيحصل في عالم الشبكات والانترنت ده حصل ازاي بقى؟ حصل عن طريق بروتوكول العلماء حطته خلت الكمبيوترز تبدأ تفهم ازاي احط العناوين بتاعتي وعناوين المرسل الي عشان اقدر ابعت داتا من مكان لمكان البروتوكول ده من اشهر بروتوكولز الشبكات اسمه انترنت بروتوكول ادرس او الابي ادرس الابي ادرس عن طريقه سمح لي اني انا احط العناوين بتاعتي وبتاعة المرسل الي بس البروتوكول ده كده عرف العنوان ان هو يكتب بشكل معين يكتب ارقام 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 اي كمبيوتر او اي جهاز مهما كان واصل بالانترنت هو لازم يكون ليه الابي ادرس بتاعه ليه العنوان بتاعه علشان لما يحب يبعط ماسج من المكان اللي هو فيه لأي مكان تاني او يستقبل داتا على المكان بتاعه لازم يكون ليه عنوان لو مالوش عنوان فهو مش موجود على خريطة الانترنت فالابي ادرس هو بالضبط عامل زي العنوين بتاعة البريد اللي كنا بنكتبها على الجواب كل جهاز ليه الابي ادرس بتاعه ولازم يكون يونيك يعني ايه يونيك؟ يعني محدد ماينفعش اتنين يكون ليهم نفس العنوان اي جهاز بمعنى يا جماعة اي جهاز وصل بالانترنت يعني لو تلفزيون سمارت وصل بالانترنت فهو ليه الابي ادرس بتاعه لو بلاي ستيشن ليه الابي ادرس بتاعه اي جهاز كونكت بالانترنت ليه الابي ادرس بتاعه طبعا للبرتوكول بتاع الابي ادرس بيبتدي اتكتب الرقم ده كده بيبقى رقم من 0 ل255 وبعد كده ضد اي رقم بقى في الرينج ده من 0 ل255 وهكذا طيب مين بقى اللي بيحدد لي عنواني على شبكة الانترنت؟ هي الاس بي او الانترنت سيرفز بروفايدر شركات مزودين خدمة الانترنت اللي انا بشترك معاهم بشكل شهري وانس انا اشتركت معاهم وقال لي انت خلاص كده كونكت بالانترنت فهو بيديني عنواني على شبكة الانترنت اللي عن طريقه اجهزتي تقدر تبعث مساجات وتستهب المساجات عليه نتكلم بقى بلغة الكمبيوتر الارقام دي بتبقى 8 bits .8 bits 8 bits اللي هي 8 وحيد او صفار مهو الكمبيوتر يعني ما بيشوفش الارقام بتاعتنا الكمبيوتر في الاخر بيتخزن له جوه 0 وحيد فلو شفنا الارقام بلغة الكمبيوتر فهتبقى 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits علشان كده انا قلت لكم الرينج بتاع الرقم اللي بتحطي هنا من 0 إلى 255 ليه ارجعوا الفيديو الباينري هتلاقييني شرحت لكم ان ازاي التمانية bits بتطلع لي رقم من 0 إلى 255 اي اي بي ادرس بيرجون 4 لا يمكن نلاقي فيه رقم فوق ال 255 طيب 8 8 8 8 يعني الاي بي ادرس ده بيتخزن في 32 bits بحسبة بسيطة كده قلت لكم عليها في فيديوهات الهاردوير لو انا عندي عدد bits معينة عايز اطلع عدد احتمالات الارقام اللي ممكن تتخزن في ال 32 bits افتكروا معي كده كنت قلت لكم عايزين نعرف عدد اللي احتمالات نقول كل bits من دي هيتخزن فيها كام؟ هيتخزن فيها احتمالين لامة 0 لامة 1 هيبقى عندي 2 2 قص كام؟ 2 قص 32 عشان انا عندي 32 bits ف2 قص 32 هيتطلع لي تقريبا 4 بليون possible address يعني باستخدام العنوين بتاعة ال IP address ده النوع ده اللي سمح لي ان انا خزن عنوين في 32 bits يعني انا عندي 4 بليون احتمال ارقام مختلفة عنوين مختلفة اللي اقدر اديها لكل جهاز connected بالانترنت هيجي حد دلوقتي بيقول لي 4 بليون IP address ده رقم كبير جدا ده كافي جدا بالنسبة الحقيقة ده مش كافي وده اللي خلينا ان احنا ننزل اصدارات احدث من الانترنت بروتوكول ادرس ده النوع ده من ال IP address بيتسمى IP address version 4 الاصدار الرابع ابتدوا يقولوا لا احنا عايزين ننزل IP address version 6 يعني يمكن المعظم دلوقتي لسه بيشتغل بالIP version 4 لكن فيه ناس ابتدت تشتغل بالIP version 6 وفيه توجه عام ان هيتم تحويل الاصدار الرابع ده للاصدار الستادس كل الاجهزة تتعنون بالIP version 6 ايه الفرق بقى بينهم؟ بدل ما الاصدار الرابع من الانترنت بروتوكول ده بيتخزن في 32 بيت بس؟ لا الاصدار الستادس بيتخزن في 128 بيت فعدد هنا العنوين المحتملة اللي ممكن الاجهزة على مستوى العالم تاخدها بدل ما هي 2 قص 32 possible address يعني بنتكلم فاربع بليون عنوان مختلف ينفع اجهزة العالم تاخدو الIP version 6 2 قص 128 possible address لو عملناها على الآلة هيطلع علينا رقم انا معرفش انطقو فده هيكفر الخطة الجديدة بتاعت انتشار الانترنت في العالم لسنوات طويلة جاية من ده من الاختلافات عشان لو شفنا IP address نبقى احنا فاهمين الIP version 4 بيتكتب بالشكل ده رقم .rqm 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 الIP version 6 بيتكتب بالشكل ده بدل ما كان بيتحط . بيتحط النقطتين والارقام دي لو احنا بصينا عليها هنلاقي ان فيها حروف الحقيقة الارقام دي مكتوبة بنظام اسمه الهكسة دسمال نظام السادس عشر وهكلمكم عنه بتفصيل بعد كده في الفيديوهات لكن من ضمن استخدامات الهكسة دسمال اللي نفتكرها ان هيتم عنوانة بي الانترنت بروتوكول في الversion 6 خلونا نقف في الفيديو ده على السؤال ده ازاي اطلع الIP address بتاع الجهاز بتاعي هجيوكم على السؤال ده في الفيديو اللي جاي واشرح لكم ايه الفرق بين حاجة اسمها الprivate IP address وحاجة اسمها public IP address ونشرح حاجة اسمها subnet mask ونتكلم شوية عن الروتر اتمنى يكون الفيديو سهل ومفيد بالنسبالكم شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم